موسيقى موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان ورحبكم في اسم ربنا يسوع المسيح اليوم موضوع الحلقة موضوع كتير كتير مهم وهذا الموضوع هو عبارة عن سؤال موجه من الرب يسوع المسيح لشخص مشلول لشخص مقعد لشخص لا يستطيع أن يتحرك والسؤال كان أتريد أن تبرى وعشان نخد فكرة عن خلفية هذا السؤال اسمحوا لي أن أقرأ من بشارة يحنى في الإنجيل المقدس الإصحاح الخامس ورح أبتدي من الآية الأولى وبعد هذا كان عيد لليهود فصعد يسوع إلى أورشاليم وفي أورشاليم عند باب الضئن بركة يقال لها بالعبرانية بيت حزدة لها خمسة أروقة في هذه كان متجعا جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعسم يتوقعون تحريك الماء لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة ويحرك الماء فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه وكان هناك إنسان به مرض منذ ثمان وثلاثين سنة هذا رآه يسوع مضطجعا وعلم أن له زمانا كثيرا فقال له أتريد أن تبرأ أجابه المريض يا سيد ليس لي إنسان يلقين في البركة متى تحرك الماء بل بينما أنا آت ينزل قدام آخر قال له يسوع قم احمل سريرك وامشي فحالا برئ الإنسان وحمل سريره ومشى وكان في ذلك اليوم سبت يبارك لنا الرب كلمة على ما سمعنا ابقوا معي أحبائي سأعود بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أتريد أن تبرأ؟ كان هذا السؤال موجه من الرب يسوع المسيح لشخص مقعد مخلع له فترة طويلة جدا 38 سنة في هذه البركة مثل ما قرأنا من كلمة الله يقول الكتاب المقدس أنه كان في عيد والرب يسوع راح لهذا العيد إلى هذا المكان بدون أي توقع بدون مسبق يعني أنه يوجه الأنظار أنه رايح إلى هذا المكان والمكان تاريخيا معروف هذه البركة تسمى بيت حزدة حزدة من حسد تعني النعمة أو الرحمة أو بركة الشفقة هذه البركة كان جغرافيا موجودة في أورشليم وهي البركة أحبائي موجودة يعني قريبة جدا مثل ما وصف الكتاب عند باب الضئن وهذا الباب موجود من أيام نحمية في أيام نحمية في الإصحاح التالت باب الضئن أي باب الخراف هناك كانت الخراف للغسيل والحفظ وحتى تتجهز للذبائح والمنطقة قريبة جدا من الهيكل وفعلا اليوم أي شخص بروح إلى بركة بيت حزدة بشوف الأثرات وعندما تدخل هذا المكان المكان اسمه يعني الكنيسة كنيسة القديسة حنة حنة اللي هي أم المطوبة مريم العذراء ويقال أن بيتهم كان موجود في أسفل الكنيسة وهاي الكنيسة كانت موجودة حاليا اليوم مقابل المسجد يعني قبة الصخرة وين المسجد الحرام ومسجد الأقصى وهناك في نفس المنطقة بتبتدي قريبا درب الصليب أو طريق الآلام في أور شليم ولاحظ معي أن المكان بركة بيت حزدة يعني بيت النعمة والغريب في الموضوع أنه في هذا المكان كان فيه كما يقول الكتاب المقدس جمهور من المرضى جمهور يعني عدد كبير عدد هائل ولسيما في فترة الأعياد تتكاثر وبتزداد الأعياد في هذه المنطقة تاريخيا يقال أنه كان في يعني في تحركات في هذا المي لأنه كان فيها مي معدني ولكن الكتاب برضو يصف أنه كان في ملاك ينزل ومن يعني عندما كان ينزل الملاك يعني فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه وفي هاي الفترة حبائي كانت الناس يعني اللي إله ظهر اللي إله سند اللي إله مساعدة كان يسارع في طرح الشخص المريض حتى يبرأ من أي مرض والشيء الجميل أنه مثل ما نقول دايما الجغرافيا والتاريخ وعلم الأثار بيدعم صحة الكتاب المقدس اليوم لما بتروع الكنيسة كنيسة القديسة حانة بتشوف منطقة كاملة أثار كنائس من القرن الرابع من العصر البيزنطي ومن العصر طبعا القرن السادس ومن العصر فترة الصليبيين بنوا الكنيسة أو يعني مبنى ضخم جدا فوق البركة وطبعا هذه المنطقة هدمت فأيام طيتوس عندما احتل أورشاليم وهدم الهيكل وهدم أورشاليم فكل شيء هدم وهدمت مرة أخرى في ثورة تسمى ثورة بركوخفا في سنة 132 ميلادي ولكن الملك هيدريانوس الملك دمر أورشاليم تدمير شامل حتى يعاقب اليهود غير اسم أورشاليم إلى العاصم كانت إليا كابيتولينا وهذا الاسم ضل لمجيء قسطنطين اللي طبعا أمر برجوع الناس لكي تحتفل في الأعياد الرسمية والرئيسية أيضا فالتاريخ والجغرافيا والحفريات اكتشفوا فعلا هذه الأروقة واندل على شيء بدل على أنه حتى الأثار يؤكد صحة الكتابة المقدس والظاهر أنه هذه الأروقة كانت لتنظيم صفوف المرضى لأنه كان جمهور من مرضى من عمي وعرج وعسمن يعني الناس اللي عندها تيبس ما بتتحركش يتوقعون تحريك الماء فمن نزل أولا بعد تحريك الماء كان يبرأ من أي مرض اعتراه في هذه اللحظات أحبائي جاء الرب يسوع المسيح وسأل سؤال في الصميم سؤال مهم جدا خلي بالك يسوع يعني عالم أن له زمانا كثيرا فالمسيح هو العالم بكل شيء وأيضا المسيح له القدرة عندما يسأل الشخص أتريد أن تبرأ فنستطيع أن نستشف من كلام المسيح أنه أيضا القادر على كل شيء فإذن له السلطان له القدرة وأيضا هو كلي العلم وهو كلي الحضور كان يعلم كان يعرف هذه المنطقة لأنه كان بمر من جنبها أو من خلالها عدة مرات والغريب أنه كان في جمهور من مرضى يعني جمهور ممكن يكون المرضى بالمئات لربما بالآلاف ولكن المسيح اختار هذا المريض لا نعلم السبب ولكن الرب هو اللي بيعرف حالة هذا الإنسان هل كان هو أطول مدة زمن 38 سنة بذكرنا بال38 سنة اللي تاهوا فيها الشعب إسرائيل في البرية بعد السنتين يعني كله على بعض 40 سنة ومنتذكر أحبائي أنه 38 سنة عمر يعني تخيل واحد موجود في سجن 38 سنة تخيل واحد دخل هذا البركي عمره 20 سنة فصار عمره 58 سنة وتخيل أنا يعني بابتسم لأنه إلنا أكتر من 38 سنة منعمل هذه البرامج تخيل واحد كان عمره 20 سنة بيشاهد برامج نور لجميع الأمم اليوم عمره 58 سنة يعني 38 سنة هذه فترة طويلة جدا ناس راحت ناس أجد ناس دخلت ناس طلعت ناس شفيت ناس تعذبت اتألمت ناس اتوفت انتقلت يعني كل نوعيات الناس دخلوا خلينا نسميه مستشفى بيت حزدة ولكن يسوع مش أي طبيب هو الطبيب هو الجراح هو العيادة هو العلاج هو الدواء هو الشفاء هذا هو يسوع المسيح فإذن جاء يسوع المسيح ليسأل هذا السؤال ليس لأنه لا يعلم لأنه مكتوب عالمة أن له زمان كثيرا بذكرنا بالسؤال في العهد القديم عندما سأل الله آدم أين أنت هل فعلا الله لا يعلم أين آدم ولكن ليستشف ولكي يستخرج من فمه ما فعل ولكي يواجه الله وهكذا سأل المسيح سؤال 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 مصيري سؤال مهم سؤال في الصميم سؤال بغير مصير الإنسان بالكامل أتريد أتريد أن تبرأ وكأنه يسوع المسيح يقول أنا أريد ولكن السؤال هل أنت تريد وهذا بيفرق وهذا طبعا بغير كل المعادلة يعني الرب يسوع كتير يعني صنع معجزات كتير كمان شيء الجدير بالذكر أنه بشارة يحنى كتبت بوحي من الروح القدس كل الجيل مات كل الرسل ال11 التلميذ استشهنوا حتى الجيل اللي بعد الرسل كله استشهد ولكن يحنى عاش زمن طويل عاش أكتر من مئة سنة وهو عم يكتب هو عارف البلد وعارف الجغرافيا هو ابن البلد وعارف كل الأحداث وعلى ما يبدو كتابته كانت بعد يعني هدم الهيكل أو ضمار الهيكل فهو عارف كل الأحداث فإذا يكتب لأنه يسمي المعجزة آية ليه لأنه بالنسبة لليسوع ما هياش مسألة كلمات ولا حركات أو كما يفعل الأنبياء ينادون ويناجون الله كانت معجزات المسيح علنية كانت معجزات المسيح تلقائية كانت معجزات المسيح واضحة أمام عيون الناس كانت معجزات المسيح فورية لا شبه لأي معجزة أو لأي تخمين وهذا ما تستطيع أن تستشف وتستنبط من إنجيل يحنى فيحنى البشير يسمي هذه المعجزات آيات والآية لها بعد روحي لها عمق روحي لها تفسير روحي فالآية أكتر من معجزة هو طبيعي حيث وجد يسوع المسيح أو حيث يكون حضور يسوع المسيح لابد أن تحدث المعجزة قدامه مكتوب يهرب الوبع الحزن والتناهد حيث وجد يسوع تتغير كل الموازين وكل المعادلات يسوع ماشي قريب من قرية معروفة عنا قريبة من الجليل جنب جبل التجلي بلد اسم هنائين وكان في موكب جنازة والمسيح اتحنن على الوالدة لأنه كان ابنها وحيد لإلها وطبعا وقف موكب الجنازة ويسوع تقدم اتحنن لمس النعش وقال أيها الشاب لك أقول قم تخيل لو لم يقم المسيح لو لم يقم هذا الشاب أمام الجميع ماذا كان سيحدث لسمعة يسوع أو هوية يسوع ولكن بالحقيقة أن هذا الشاب قام واسترد إلى أمه وهذه المعجزة كانت أمام الجميع معجزات المسيح كانت شيء تلقائي طبيعي وينما كان المسيح الموجود كان في معجزة فإذن يحنن مش بركز على المعجزة في إنجيل يحنن بركز مثلا على سبع آيات اللي هي سبع معجزات خارقة وهي بعض هذه المعجزات لم تكتب في الأنجيل الأخرى ولكن بما أنه الإنجيل والبشائر الأربعة تسير بتناغم وبتناصق وبإنسجام مكملة أحدها للآخر حتى يظهر شخصية هوية المسيح من زاوية معينة فإنسجام يحنن البشير يركز على مجد المسيح وهذا المجد حل بين الناس أي أن الله ظهر في الجسد وهذا كان جدل المسيح مع اليهود عدة مرات في إنجيل يحنن وعدة مرات حاولوا يتخلصوا من يسوع فالآية سميه هي علامة والعلامة إلها تفسير يعني التركيز مش على المعجزة ولكن على الحدث والجدل والكلام ما بعد المعجزة فمثلا أول آية صمعها يسوع في قان الجليل مكتوب في يحنى 2 آية 11 هذه بداية الآيات قد فعلها يسوع في قان الجليل حين أظهر مجده وآمن به تلاميذه فإذن هذه المعجزة كانت آية كانت علامة كانت فعلا ظهر مجد المسيح والنتيجة آمن به تلاميذه إذ رأوا هذا المجد الأسنى المجد المقدس من شخص يسوع المسيح نرى آية أخرى في الإصحاح الرابع يسوع يشفي من مسافة بعيدة من أكثر من 35 كيلو متر كان موجود في قان الجليل ولكن حدث الشفاء في كفر نحوم فإذن في المعجزة الأولى حول الماء إلى نبيذ فإذن له القوة على الطبيعة على العناصر الطبيعية على الفيزياء له القوة والسلطان على المسافات فروحه لا تحد أي مسافات نيجي للإصحاح الخامس منشوف آية أخرى اللي هي آية بيت حزدة بيت النعمة وفي هذه الآية شخص له 38 سنة ويتكلم يقول كلمة لك أقول قم احمل سريرك وامشي فحالا برء الإنسان وحمل سريره ومشى وهاي الآية هاي المعجزة كانت معروفة لليهود كانت معروفة في أورشاليم وبعد هذه الآية ابتدأ الجدل إنه آه المعجزة حدثت يوم السبت المسيح وضح إنه السبت خلق للإنسان مش الإنسان للسبت حكى شيء تاني إنه يسوع هو رب السبت وهذه طبعا كلمة كبيرة دلالة على له المسيح وإنه السبت هو خلق ليوم راحة ليوم عبادة ولكن مش يتحط التفاصيل والتقاليد اللي حطوها اليهود مئات التعليم والقواعد اللي كانت تلزم الناس تحت الزمات كانت تعتبر مثل أحمال مثل أعباء على كاهل الناس والرب يسوع حارب هذا التقليد قال أبطلتم وصايا الله بتقليدكم فالسبت للخير إنه يجوز فعل الخير فكم بالحري إنه شفى في يوم السبت مرة تانية بيتكلم عن المولود أعمى في يحنى تسعة شخص مولود أعمى يعني ولد من بطن إمه أعمى وسأل التلميذ يا سيد من أخطأ هذا أم أبواه حيث أنه ولد أعمى أجاب يسوع وقال لهذا أخطأ ولا أبواه ولكن لتظهر أعمال الله فيه ينبغي أن أعمل أعمال أبي مدام نهار تفل على الأرض وصنع من التفل طين وطلع عيني المولود الأعمى ورجع فأتى بصير مرة تانية تعرفوا أنه اليوم اكتشفوا بركة سلوان وين اختسل هذا الأعمى واكتشفوا المنطقة في جبل سهيون اللي هي مدينة داود واكتشف يعني لا يسعنا الوقت أنه نتكلم عن هذه الاكتشافات اللي بتأيد كمان صحة الكتاب المقدس معجزات المسيح كانت علنية كانت واضحة أمام الناس وهي المعجز المولود أعمى برضو جنونهم واحد مولود أعمى شف فيه طرى ضمن المجمع مكتوب فوجده يسوع سأله أتؤمن بابن الله أجاب وقال يا سيد من هو حتى أؤمن به أجاب يسوع وقال له الذي يتكلم معك هو هو وبعدين ابتدى يتكلم عن العمل الروحي والعمل الجسدي سمعوه جماعة الفرسيين المتدينين وطبعا سألوا ألعلنا نحن أيضا عميان أجاب يسوع وقال لهم لو كنتم عميانا لما كانت لكم خطية ولكنكم تقولون إننا نبصر فخطيتكم باقية يا على قساوة قلب الإنسان إنه مستعد يضوع الدنيا بسبب يعني الالتزامات الدينية بدل ما نشوف إرادة الله في فعل الخير وشفاء الجسد وخلاص النفس مرة أخرى يسوع دخل مجمع وكان امرأة قد ربطها الشيطان ثمانية عشر سنة ولأنه شفاها في يوم السبت جن جنون المتدينين فقال أما كان ينبغي أن تحل من هذا الرباط يعني أحكموا بالعدل يا جماعة وهكذا أحبائي مرة تانية قصة شبيهة يسوع كان في بيت في كفر نحوم وجاءوا أربعة بسبب الإزدحام طلعوا على الصقف وحفروا الصقف ونزلوا المفلوج نزلوا أمام يسوع المسيح قال يسوع المسيح لهذا المفلوج يا بني مغفور لك خطياء ابتدأوا المتدينين يتمتموا من هذا من يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده إنه يتكلم بتجديف الرب العارف بكل شيء قال هذه العبارة أيهما أيسر أن يقال لهذا المفلوج أو المريض مغفور لك خطياك أم أن يقال له احمل سريرك وامشي ولكي تعلم أن الابن الإنسان سلطانا على الأرض لك أقول قم احمل سريرك وامشي فقام هذا المريض يسوع المسيح أحباء ما كانش ملتزم فهو رب الشريعة وهو التزم بالشريعة وهو تمم الشريعة ومش بيكسر وبيفعل الخير لم يقل لمريض بركت برحز ده روح اشتغل أنا شفيتك روح اشتغل لا كل اللي قاله احمل سريرك وامشي اللي كان محمول صار بيحمله وهذا القش من القش يعني مش عم بيعمل شغل عم بيطلعه من مكان التعاسي ولكن يالي قساوة قلب الإنسان مستعد يقتل مستعد يعمل ما لا يعمل في دفاعه عن قضي خسراني وعن دين فاشل وعن دين فقط فيه فرائد وشرائع والتزامات بدون الحياة بدون معرفة الرب الحي ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل المترجم للقناة المترجم للقناة دخل يسوع بركة بيت حزدة مكان معروف في أورشالين وسأل هذا المريض أتريد أن تبرأ قال واحد له 38 سنة عم بعاني في نفس المنطقة ومش بس بعاني من مرضه بعاني من الصراعات الدينية اللي كانت موجودة في المنطقة فالمنطقة هي منطقة الهيكل قريبة يعني من الهيكل وتخيل المجموعات الدينية عندك كان جماعة الصدقيين اللي منهم رئيس الكهنة وطبعا هذه الجماعة لا تؤمن بالقيامة ولا تؤمن بالملايكة ولا تؤمن بالأرواح ولا حتى يعني وبتنكر المعجزات عندك جماعة الهيرودسيين هدول الموالين لهيرودس تفرقش معهم شو الموجود في أورشالين عندك جماعة بيترددوا من فترة لفترة اللي هي جماعة السينيين اللي سكنوا عند بحر الميت اللي وين اكتشفوا مخطوطات قمران هذه الجماعة تركت أورشالين وقالت الدين كله فساد والدين أفيون الشعوب وكل هذه الأنظمة الدينية في أورشالين فازد خلينا احنا نكون نساك عايشين بوحدة في منطقة البحر الميت عندك جماعة الفرسيين اللي بيأمنوا كمان بالتقاليد ما عندهم مش اعتراض على هذا الموضوع موضوع البركة وتنظيم المرضى ولكن الأهم بالنسبة لهم تقليد تقليد الأبع عندك الجماعة اللي عاوزين يمشوا على أصول الدين مزبوط اللي هنا جماعة الغيورين وهي الغيورين بيقول لك هذا كفر أصلا أنه يكون في بركة ويكون جماعة فيها فتتخيل أنا بحاول يعني أوريك الصورة صورة الصراع اللي موجود الصراع الديني السياسي اللي موجود حول الهيكل وحول البركة من ناحية قريبة من قلعة أنطونيا وين الولاة الرمان بيجو في الأعياد ومن ناحية تاني الهيكل وبكل النزاعات والصراعات الدينية والجدلات إلى آخرهم هذا كان موجود في هذه المنطقة وفجأة بيدخل شخص جليل شخص جميل شخص وديع مليان محبة على وجه مبين علامات الإحسان والشفقة والمحبة وبصوت هادئ وجميل بوجه سؤال أتريد أن تبرأ المريض طبعا نعطيه العذر مش عارف مين اللي بيسأل لأنه أصلا إله سنين موجود فكان جوابه نوع من الشكاية نوع من التزمر القاء اللوم على الآخرين ليس لي إنسان ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء بل بينما أنا آت يعني بحاول يزحف يعني لأنه مقعد بحاول يزحف تينط في هالبركة بينما أنا آت ينزل قدامي أخر يا على الصورة القاتمة الصورة الحزينة الصورة المؤلمة من اليأس والبؤس والشقاء والوحدة اللي كان بعاني منها هذا المريض هذا المريض فقد خمسة أمور أولا أحبائي فقد أملوا بالناس ليس لي إنسان يلقيني في البركة فش حد بساعده يعني محروم مرفوض ولو مش عنده عيلي يعني تساعده أو حد يجي بفترة العيد ولكن فقد أملوا بالناس ثم أحبائي فقد أملوا بنفسه ليس لي إنسان يلقيني بل بينما أنا آت حتى أنا بنت خلاص معتش في أي رجاء فقد أملوا بنفسه شيء ثالث فقد أملوا بالملايكي الملايكي هي أرواح خادمة ولا الملايكي ما بتشوف ما بتشفر فقد أملوا بالملايكي ثم أحبائي فقد أملوا بالله طب الله اللي برسل الملاك شمعقولي خليني ثمانية ثمانية وثلاثين سني في هذه الحالة ثم أحبائي فقد أملوا بالشفاء عارف؟ لما إنسان بيفقد كل شيء يفقد أمله يعني بالناس بنفسه بالملايكي بالملايكي بالله وفقد أملوا بالشفاء هذا يعني إنه فقد رجاءه في كل شيء هنا يبدأ روح الرب بيعمد لما الإنسان يصل إلى طريق مزدود لما الإنسان فعلا بيجرد في حالة الإنسحاق والانكسار والتواضع ويتخلى عن الكبرياء وبيصلد يعني خلاص معتش عنده أي أمر رفع عني لفوق عندها يتدخل الرب يقاوم الله المستكبرين أما المتواضعين فيعطيهم نعم بيت النعم هذه القصة حبائي فعلا هي آية حدثت في أورشالين في معجزات كثير حدثت في خدمة يسوع في أورشالين شفاء مريض بركت بتحزدة شفاء المولود أعمى إقامة ألي عازر من الأموات بعد ما أنتن هذه الآيات كانت معروفة علنا لسكان أورشالين ثم يسوع في الهيكل مكتوب أنه صنع معجزات كثيرة شفاء وفتح عيون وطهر وعمل أمور عظيمة جدا في الهيكل فإذا اليهود عارفين واليهود والمتدينين عارفين قيادات الدينية كلهم عارفين لكن الكاميرا الإلهية بتخذنا إلى مكان آخر إلى حالة أخرى شخص عم بعاني عم بمر في حالة كآبه شقاء وبؤس فقد أمله في كل شيء فقد أمله بالناس بنفسه بالملايكة بأله فقد أمله بالشفاء فشو بتتوقع يكون جوابه عندما سأل يسوع هذا السؤال أتريد أن طبرة خليني أخد مكالمة أم أحمد أم أحمد من مصر أهلا وسهلا فيك فضلي أهلا أهلا زي حضرتك يا أسيس تمام تمام نشكر رب ربنا بارك خدمتك يا رب أولا أولا تحطني أنا وولادي في صلاة وعندي سؤالين بعد إذنك تفضلي السؤال الأول عايزة أعرف هو هل ممكن للإنسان أن يبرأ من أي داء وقيود في الخطيئة كيف نتحرر من الحلفان أو أي شيء قد تتعليم المسيح تاني سؤال إحنا عارفين طبعا أن الكزب حلال في ثلاثة حالات في الأديان الأخرى هل ده مقبول في المسيحية طيب أولا أختي أم أحمد إحنا فيه عندنا فريق للصلاة رح نصلي من أجل أولادك ومن أجلك ربنا يحميك وربنا يباركك وفعلا ربنا يستخدم خلينا أقفز للجواب للسؤال التاني لأنه في ذهن هل الكزب في ثلاثة حالات طبعا إحنا بنتشبه بيسوع المسيح الكزب هو كسر وصية الله والكزب يعني الإنسان اللي بيكزب أو بيحلل أو بيسمح بالكزب هو أخطر إنسان وأكثر إنسان في الوجود لأنه الكذب هي الخطيئة الكبرى والشنيعة وهي الخطيئة الملازمة والمصاحبة لكل الخطايا فالمنافق هو الكزاب والرياء هو الكزب والكبرياء هو الكزب والشخص اللي بيزني بيكزب والشخص اللي بيقتل بيكزب ففي المسيحي إطلاقا نحن نتشبه بيسوع المسيح ما في شيء عندنا اسمه كذب بيضى واللي رمادي واللي سأسود عندنا في المسيحية ممنوع منعا باتا الكذب لأن الكذب هو صفة وطبيعة الشيطان والرب يسوع وصف الشيطان بيقول عن الشيطان كذاب وأبو الكذاب فإذا هل يعقل إنه نسمح في أي حالي للكذب وبعدين إيه الحالات اللي من نسمح فيها للكذب وهل الله عنده تفرقة بين الناس وهل الله بيسمح وبيسمح ليه وبيسمح لمين وشو الغرض وشو الهدف اللي بدي حققه من الكذب وإذا الكائز الكذب باسم الدين طب كيف أنا ممكن أتبع دين بحلل الكذب طب ما أنا عارف إنه كذب والطبيعة الشيء الطبيعة حتى المنطق والريزن كله بقولك ما حد بحب يعاشر شخص بيكذب شخص منافق فيعني باختصار الكذب هو ضد المسحيين أما بالنسبة هل يبرأ أختي المسيح هو الطبيب الشافي وهو المحرر الأعظم وهو المخلص القدير إن أعظم معجزة في حياة الإنسان هو خلاص النفس خلاص النفس إنه الإنسان ينتقل من الظلم إلى النور من الموت إلى الحياة وهل توجد معجزة أعظم من هذه المعجزة هذه المعجزة الله بيعملها لكل من يطلب يسوع المسيح ولكن أيضا يسوع المسيح كان يجول يشفي كل ضعف وكل مرض وعندما أرسل التلاميذ اشفو مرضى وعندما أعطى المؤمري العزمة مكتوب يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون ولكن في المرض في أحيانا في امتحان في بعض التجارب اللي من مور فيها ولكن الله وعد بالشفاء والشفاء هو حالي يعني هذا الشفاء ممكن تكون مقتنع لكن منه اعتني يمكن مقتنع إنه الرب يشفيك من مرض ولكن أنت بتشفى بمنسوب نعمة أعظم بيعطيك مقدرة على التحمل لأنه هذا الجسد فاني أصلا وهال سبعين تمانين سنة فانية لكن رح نعيش بأجساد جديدة ممجلة نورانية كل الأبدية كل العمر هذه المشكلة مع مريض بركت بيت حزدة كانت الخطيئة شناعت وفزاعت الخطيئة هذا المريض في آية 14 من نفس الإصحاح فوجده يسوع وقال له لا تخطئ لألا يكون لك أشر الظاهر إنه في حصاد وفي نتائج للخطيئة اللي ارتكبها اللي إحنا ما بنعرفها في رسالة بولوس إلى كنيسة غلاطية الإصحاح السادس بيتكلم عن الحصاد ما يزرعه الإنسان إياه أيضا يحصد الإنسان اللي بتعاطب المخدرات واللي بيهمل بصحته في نتائج لابد أن يحصد هذه النتائج ولألا نعمم الأمر في إصحاح 9 المولود أعمى سأل التلاميذ يا سيد من أخطأ هذا أم أبواه حيث أنه ولد أعمى فخلاص يعني صبوا هالتهمة على هالمسكين إنه أكيد يا أهله يا هو كفى الله الشر يعني أبصر شو مصيبة عامل تنه مولود أعمى حتى لما فحصوا هذا الإنسان الفرسين قالوا له أنت بجملتك خاطئ يعني أنت مولود ولدت خاطئ أنت رح تعلمنا فهذا بأكد الدليل المعتقد الذي كان سائد في أيام المسيح ولكن المسيح فاجأهم قال لهذا أخطأ ولا أبواه ولكن في حل تالت ليس الحلول البشرية ولكن الحل للإله ليس الآراء الإنسانية ولكن رأي الرب يسوع في هذا الموضوع كان رأي يسوع أنه يعني أنا أعمل مدام نهار وفعلا صنع معجزة خارقة شفى الأعمى الأعمى هذا دل على قدرة يسوع على لهوت يسوع والأعمى شفاء الأعمى بالنسبة لليهود هي واحدة من علامات المسيح المسيح هو فقط الذي يفتح عيون العمي لما الرب خلص شاول الترصوص قال له في أعمال ستة وعشرين قم على رجليك من أجل هذا انتخبتك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به منقذا إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله كي ينالوا بالإيمان بغفران الخطايا فإذن أنا شخصيا أؤمن بالشفاء وأنا أصلي للشخص لشفاءه لآخر لحظة وعندي إيمان أنه الرب بيشفي والرب بيشفي بطريقته وبنوع آخر لأن الله مش ملزم بحسب طرق الإنسان المحدودة ولكن تعاملات الله غير محدودة في حياة الإنسان كتير الأغلبية من الأمراض بسبب الخطايا المتفشية واللعنات اللي عم تكتر في هذه الأيام ولكن في مرات بتكون امتحانات ومرات بتكون تأديب بحسب كورنتس الأول 11 وهكذا هذا موضوع كبير يا أختي أم أحمد ولكن أنا أؤمن أنه المكان الصحيح بقول عنه الكتاب أمريض أحد بينكم فليدعوا شيوخ الكنيسة يصلوا عليه بيدهنوا في الزيت وبعدين بقول صلاة الإيمان تشفي المريض ربنا يباركك ربنا يباركك أعود أعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أتريد أتريد أن تبرأ المسيح يتعامل مع الإرادة وهذا طريق رب يسوع في مرة أجل أبرس إلى يسوع وقال له يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني أجاب يسوع وقال له أريد تحنن تقدم لمس الأبرس فطهر الأبرس من برسه فإذن المسيح يريد مرة تانية أعمى أريحة بارتماوس صرخ يا ابن داود ارحمني واقف يسوع وسأله ماذا تريد أن أفعل بك أجاب وقال يا سيد أن أبصر فرد له البصر والبصيرة في آن واحد الله يريد الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون تعرف حبائي هذا المريض أصبح مرض عادي أصبح أسلوب حياة لم يكن لديه أمل في الشفاء حتى لم يكن لديه له رغبة حتى لمساعدة نفسه كان مقيد بالإرادة عنده الإحساس بالضعف والأسقام لقد فقد كل رجاء بالشفاء كان اهتمام الفرسيين بقواعدهم الصارمة بموضوع السب ولكن أحبائي قال يسوع أبي يعمل وأنا أعمل يعني ماذا لو وقف الآب عمل حتى يعمل في السب ويشفي المرض ويحرر ويغير ويعمل ويصنع الخير إنها قصة النعمة العجيبة إنها قصة المحبة الغير محدودة المحبة الغير مشروطة للناس الخطاب تعرف حباء هاي هي النعمة بركة بيت حزدة بيت النعمة بيت الشفقة بيت الرحمة على ما يبدو ما كانش فيه رحمة فجاء فجاء الرب رب النعمة ورب السلام ورب الرحمة الحنان الشفوق فهو جاء لهذا المكان فعلا تعامل مع هذا المريض مع إراته أتريد أن تبرأ ولكن المسيح عاوز يوقز حاسة الشفاء قبل استقبال الشفاء وهذا أمر كتير كتير مهم أنه مرات كتير بتصلي لناس بس مش مقتنعة بالشفاء يعني كأنه بترمي حملها على الشخص التاني بدون ذرة إيمان وكأنه يعني ياريت اعمل معزة عشان أآمن بكل اللي أنت بتقوله لكن مكتفى المسيح قال له قم هنا قوة الكلمة المنطوقة زي بذكرنا في سفر التكوين وقال الله ليكن نور فكان نور أنه الله عمل كل هالكون بكلمة بكلمة قدرته وكل هذا الكون ممسوك بقدرة كلمة الله الكلمة يسوع المسيح يفك إيده كل الكون هذا بينهار لكن بالنسبة للفري لا يحلك يعني كأنه ممنوع تعمل هو الرب اللي وضع الشريعة هذا الإنسان وصل إلى أدنى مستوى يعني إلى أصعب حالي حالي مرضية والفرسيين وصلوا إلى أدنى مستوى من الرياء والكبرياء أحبائي الروحي هذا المريض فعلا سمع كلام يسوع المسيح حضور ابن الله في هذا المكان عندما يحضر يسوع في الحياة يخلص يبارك يحرر يشفي ويعمل أمور خارقة في حياة الإنسان هو القادر أن يطرد الشياطين وهو القادر أن يجري كل أنواع المعجزات هذا هو يسوع المسيح قوة الكلمة في مرة يسوع قال لبطرس أبعد إلى العمق وألق شباككم للصيد أجاب بطرس وقال له يا سيد قد تعبنا الليلة كله ولم نصطط شيء ولكن على كلمتك لأنك أنت تكلم ألقي الشبكة صادوا سفينتين تركوا كل شيء وتبعوا الرب يسوع المسيح مرة ثانية شخص أممي رماني قائد رماني قائد المئة قال لي يسوع لست مستحقا أن تدخل تحت صقفي ولكن قل كلمة فيبرأ غلامي وفعلا اتكلم يسوع قال يسوع كلامي الكلام الذي أكلمكم به روح وحياة كلام يسوع في روح في حياة بيبث حياة جديدة كلام يسوع هو العلاج هو الطبيب هو اللي عالج قضية اليأس وعالج الإرادة وعالج الجسد فالمسيح قدم له شفاء متكامل لأنه كلمة أتريد أن تبرأ هل تريد أن تكون متعافيا متشافيا متكاملا شفى الجسد والنفس والروح وكمان شفى الإرادة ولاحظ في جدل المسيح مع اليهود على يوم السبت برج على نفس الحادثة في يسوع في آية 21 في يحن سبعة أجاب يسوع وقال لهم عملا واحدا عملتوا فتتعجبون جميعا لهذا أعطاكم موسى الختان ليس أنه من موسى بل من الآباء ففي السب تختنون الإنسان فإن كان الإنسان يقبل الختان شف يعني عم بيستخدم سيفهم يسوع المسيح إن كان الإنسان يقبل الختان عملية جراحية في السب لألا ينقض نموس موسى فتسخطون علي لأني شفيت إنسانا كله كله في السب لا تحكم حسب الظاهر بل أحكم حكما عادلا أخذ مكالمي من الأخت نانسي أهلا وسهلا أخت نانسي أنت معنا على الهوى أهلا بك أسيس يا حضرات تمام تمام نشكر رب تفضلي السؤال بيطرح نفسه كثيرا من بعض الإخوة ولسيما المسيحيين بالذات تلاقي الواحد يسأل هو ليه ربنا بيديني مرض هل هو المرض من الله وتلاقي كل اللي عنده مرض وما لقلوش حل يقولك إيه ده ربنا بيتهرني ده ربنا بيختارني عايزين عايزين بعد إذنك أسيس ترد على الجملة دي لإنارة العقول لأن حشا أن يكون المرض من الله أنت جواب طبعا عارف عارف حكاية بولا بنتي وغيرها كتير لكن لازال السؤال ولازال إبليس بيعمي أذهان الناس ويسألوا هل المرض من الله بأكد لك من كلمة الله المرض إحنا قلنا يعني لمجد الله في بعض الأحيان كما قال يسوع مثلا إقامة العازر يا سيد لو كنتها هنا في أكتر من هيك حزن قال يسوع هذا المرض ليس للموت بل لأجل مجد الله ليتمجل ابن الله به قال يسوع أعمل مدام نهار أعمال أبي مرات المرض بيكون تقديم للناس اللي بتتساهل في حياة الخطيئة فإذن النتيجة واحدة أسباب المرض هو مش من الله مش من الله في أحيانا منحصد وبعدين المشكلة إنه كل المناخ الروحي ملوث بدنا نطهر المناخ يا أخت نانسي المناخ في شمال أمريكا في الشرق الأوسط تخايلي تصوري أنا يعني شيء عجيب غريب بتركوا يسوع المخلص الشافي وعن بتبعوا ديانات وأنبياء يعني في أكتر من هيك ظلمة في هذا الوجود يعني 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 ولا عاوز أنه أجيب الله في الموضوع كعلاج لا لا في أمور أنا محتاج أتغير عشان أشوف الصورة أوضح ولكن في شيء تجريء المعجزات آه في البعض لإلك بغض النظر أكم سن أنت مقيد مكبل بأصفاض وأغلال العبودية يمكن أمراضك وتعبك بسبب خطيتك وإنت عارف هذا الشيء أنك أنت عم تتساهل بحياة الخطية أنت عم يعني في خطية في حياتك غير معترف فيها وإنت عارف أنه عم تأذي بيتك وعيلتك بسبب مشاكلك وبسبب خطيات أسرع طريق للرب هو التوب المقرونة بالإيمان يعني كلمات بسيطة مثل العشار قال اللهم ارحمني أنا الخاطئ أو مثل بطرس عندما كان يغرق كنت في حالة الغرق والإنهيار والإنزلاق الكامل خلاص أنت على آخر نفس فقد أملك في كل شيء بالناس وبالملايكة وبالقديسين وبالله وبنفسك وبالخدام وبالكنيسة بكل الدنيا فقد تأرجاءك في باب مفتوح وهذا الباب وباب السماء باب الرجاء هذا الباب الله يسمع الله يستجيب بقول الله بيسمع الأنين فنزلت لأنقذهم أدعني في يوم الضيق أنقذك فتمجدني بالنسبة لهذا الإنسان الناس المتدينين كان كل همهم يدافعوا عن الدين مش منشوف هاي الحالات كل همهم حتى مش مهم هذا الإنسان يموت وإنه النفس تمينه غالية تموت بقول بمئة داهية ولكن بالنسبة للرب هاي النفس أغلى من كل هذا العالم فإذا نفسك تمينه نفسك غالية والسؤال ما زال موجه أتريد أن تبرأ لتلقي همك ولا تزنب الناس ولا تلوم الآخرين ولا تتكلم عن العثارات وأنا كنت هذا الخادم كده وهي الكنيسة كده سؤال مباشر أنت أتريد أن تبرأ هذا الجواب يتطلب جواب حكيم أو بالأحرى اكتشاف عظيم إعلان إله كل بساطة تيجي بالتواضع تقول يا رب أنا جاي وفعلا حررني من القيود حررني من الشهوة حررني من الزنا حررني من الخطي حررني من النجاسة حررني من الإدمان حررني من كل الخطايا اللي بمارسها وبعدين الرب بيشفيك قولي يا رب تعال اشفي جسدي وأنا بصلي في اسم الرب يسوع يمد يمينه الآن يلمس كل جسد ويشفي كل نفسية تعباني والرب يسترد كل مسلوب ويحول كل لعنة إلى بركة وبصلي من هذا الوقت باب السماء مفتوح أمامك أتريد أن تبرأ بحب أسمع منك الرب يباركك اشتركوا في القناة